اشتركوا في القناة تطور الإنسان قبل ما يطلق عليه الإنسان العقل هذه النقطة الأولى التي طلبوها مني أما النقطة الثانية قالوا لي كيفاش نجموا نوفقوا من بين نظرية التطور العلمية والنص الديني الديني الإسلامي ويمكن أن تبقوا هذا على بقية النصوص أما فيما يخص التطور اللي وقع على حسب آخر النظريات العلمية على حسب الحفريات من جهة واللديان من جهة أخرى اللي هما كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل هذه هما الأدوات العلمية الصحيحة التي يتم اعتمادها لبحث هذا الموضوع بها أنا سوف مع أنت أتكلم من أهم شيء فهمت في التطور الحيواني واللي يخص الإنسان بطريقة مباشرة وهي ما يسمى الثديات الثديات تنقسم إلى عدة أقسام وظهرت يعني في عديد من المناطق في العالم ما نشبش نتكلم أين ظهرت وكيف توزعت المهم أحنا عنا الآن أرض فيها كثير من أنواع الحيوان ومن بينهم الثديات وهذه الثديات هناك ما يسمى بالرئيسيات الرئيسيات هي أعلى مرتبة من الثديات وهي اللي تهمنا هنا لأن التطور سوف يقع من هذه الرئيسيات وإحنا بش نحاول نفهم هذا الشيء بطريقة مبسطة وبأمثلة بسيطة وواضحة للإنسان بش يفهم أهم حاجة يعني الحديث حول أن الإنسان أصله قرد هو حديث يعني يعتبر غير علمي وأنا شخصيا أشوف أنه وقتنا نتكلم عن الإنسان نتكلم عليه كنوع من أنواع الحيوانات المستقلة والتي تطورت فهمت مع الوقت ونتيجة ظروف وعوامل وأدت إلى أصولها إلى هذه المرتبة إذن أعلى درجة من الثديات ظهرت ما نطلق عليه الرئيسيات تاريخ ظهور هذه الرئيسيات على حسب العلماء حدها تقريبا من بين 65 مليون و80 مليون سنة ولكن دراسات حديثة فهمت أكدت أن الظهور كان قبل هذا التاريخ ويحدد العلماء تقريبا الآن من بين 80 مليون سنة إلى 116 مليون سنة تقريبا ونعرف اللي إحنا العلم وقت يتطور فهمت يصحح المعلومات التي لديها هو في الأول عندما قال 65 مليون إلى 80 مليون سنة وضع الباب مفتوح لاحتمالات أن هذا التاريخ يمكن أن يتبدل على حسب المعطيات الجديدة أما حول أين تم وجود أدلة على وجود هذه الرئيسيات في الكرة الأرضية على حسب الحفريات أنها تم وجود هذا النوع من الثديات التي تعتبر عليا نجم نقول أعلى مرتبة هي جنوب إفريقيا وجنوب أمريكا وجنوب آسيا في هذه المنطقة تقريبا بالضبط تم وجود الحفريات التي تدل على هذه الرئيسيات أما ما هي خاصية هذه الرئيسيات وش نية النقطة اللي تجمحها بش نصنفوها على أساس أنها رئيسيات حدد العلماء عدة صيفات وأنا بش نذكر بعضهم منها أن كل هذه الرئيسيات فهمت؟ عندها الأيدي والرجلين ينتهون بخمسة أصابع يعني يديها خمسة أصابع ورجلها خمسة أصابع هذه معناتها خاصية يمتاز بها الرئيسيات أما الخاصية الثانية أن كلهم الأصابع متاحهم تنتهي بأضافر أما الميزة الثالثة أنهم معروفين بسهولة الحركة والمرونة في التصرف في الأعضاء متاحهم باختلاف الثديات الأخرى أما الشيء المهم اللي خليها تعتبر رئيسيات هو أن المخ متاحة أكثر تطور من بقية الحيوانات الثدية هذه معناتها الصيفة اللي خليها هي في أعلى مرتبة من الثديات أما أين تعيش هذه معناتها الرئيسيات؟ شنو المناخ والمكان التي تطورت فيه؟ يجمع العلماء على أن هذه الرئيسيات ظهرت وعاشت في الغابات وفي الأشجار جميع أنواع الرئيسيات تقريبا فهمت؟ هي إما شجرية بأتم معنى الكلمة أو شجرية جزئية ما عدا قلة قليلة جدا تخلت عن الحياة في الأخصان ومنها طبعا الإنسان هذه الرئيسيات كنشون نشوفوها نلقاوها من قسمة إلى قسمين القسم الأول اللي يطلق عليه بخو سيمانس واللي سميوه السعالي البدائي هي نجمو نقولو الرئيسيات البدائية أما النوع الثاني الذي هو السيمانس اللي هو بالعربية السعالي فهي التي تعتبر منها القرادة والإنسانيات وغيرها أحنا اللي همنا هوني هو السعالي فهمت سيمانس لأن الإنسان لم يتطور من السعالي البدائي وإنما تطور من السعالي اللي هو أكثر تطور من السعالي البدائي السعالي ينقسم حتى هو بدوره إلى قسمين ما يسمى بالسعالي الحديث والسعالي القديم أما فيما يخص السعالي الحديث فهمت هو اللي تطور منه كل ما يطلق عليه فهمت قرادة العالم الجديد فهمت وهي معروفة أنها تقريبا صغيرة الحجم إلى متوسطة الحجم ظهرت قبل تقريبا أربعين مليون سنة وهذه متهمناش والذي يهمنا هنا هي السعالي القديم وهي اللي منها تطور الإنسان وكثير من أنواع القرادة السعالي القديم ينقسم إلى قسمين القرادة الدنيا فهمت هدو ما معنت هلي ظهروا منهم أنواع كثيرة من القرادة والقرادة العليا اللي يهمنا هنا هما القرادة العليا القرادة العليا ينقسم إلى زوزاقسان قسم يطلق عليه البونكيني وهو يجمع جميع الحفريات لقروض الغابة ويبقى منهم بعض الأنواع معنتها اللي متصلة بهم إلى يومنا هذا وهذه ما مهموناش أما اللي يهمونا هما النوع الثاني اللي يطلق عليهم أسرة الإنسانيات وأسرة الإنسانيات تتضمن جميع أشباه البشر بالإضافة إلى أنواع من القرودة كما الشامبونزي والغوريلا إذن خلينا في أسرة الإنسانيات هذه اللي تهمنا وهي بدورها تنقسم إلى زوز أقسان القسم الأول معنته هو كما نقوله الفرع متاع الغوريلا اللي موجودين توا ولا اللي ينقرضوا عبر التاريخ هذا الفرع الأول متاع أسرة الإنسانيات أما الفرع الثاني واللي همنا هوني هما اللي يتسمى أشباه البشر والبشر يعني أشباه البشر أشباه البشر ينقسم إلى عدة أقسام هناك الهومو اللي هو أحنا وهناك أشباه البشر أو البشر الذي ينقرض وهناك الشامبونزيات يعني الشامبونزي واللي أنقرضوا من فصيلة هذا النوع متاع القرودة إذن خلينا من بقية الحيوانات بعد لاخذينا عليهم فكرة كيفاش تطوروا وتفرعوا وأدوا إلى ظهور ما يسمى أشباه الإنسان للعلم هوني أن أشباه الإنسان هي نوع من أنواع الحيوانات كأي نوع آخر هذه النقطة أولى النقطة الثانية أن ليس هناك إنسان واحد وإنما هناك عدة أنواع من الإنسان ظهرت على عبر التاريخ وهذا اللي بيش نعرفوه طواب والإنسان الحالي هو أحد الأنواع اللي اتطورت ووصلت للمرحلة اللي احنا فيها حبيت نقول حاجة هوني ياسر مهمة أن هذه الفيديو والمعلومات اللي فيها تعتمد على آخر الأبحاث العلمية وأنا متأكد من كل معلومة نقولها ويمكن ترجعوا وتبحثوا خاصة في المصادر الأجنبية الإنجليزية الفرنسية أي لغة أبادوا على العربية راهي العربية فيها كان معلومات قديمة من عهد داروين وأقدم من عهد داروين وأخيرا حبيت نقول اللي ديما الحيوانات بصفة عامة ولا أشباه الإنسان ولا غيرهم ديما يتفرعوا على ما يسمى بجد مشترك هذه قاعدة موجودة في التطوع يعني ديما هناك جد مشترك ثم يتم التفرع بشوية 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 حتى يظهروا زوز أنواع من أنواع الحيوانات دعونا نهتم بالموضوع اللي يهمنا هوني اللي هو أنواع الإنسان اللي هوما طبعا يرجعوا مع حيوانات خرين كما الشامبونزي وغيرهم الجد مشترك آخر الدراسات العلمية تقول أن أقدم آثار وجدت لأشباه الإنسان أو النوع البشري هو إنسان الساحل التشادي والذي يطلق عليه توماي هذا الشبه الإنسان ظهر في منطقة التشات حاليا ويعود قرابة إلى سبعة ملايين سنة ولكن العلماء يتركون الباب مفتوح على أن يكون أكثر من ذلك التاريخ ولهذا يحددون ذلك من بين سبعة إلى عشرة ملايين سنة وهو أقدم نوع من أنواع الإنسان المنتصب الذي فيه صيفات ما يسمى الصيفات البشرية تشوفوا في الفيديو كيفاش هذا النوع من الإنسان كان يعيش دعونا نتعرفه أكثر على خاصيات هذا النوع من الإنسان الذي يطلق عليه إنسان الساحل التشادي بالنسبة لتوماي الذي تم اكتشافه يوم 19 جوان 2001 ومن بين 2001 و2008 تم اكتشاف أثار أخرين من نفس المجموعة وحتى لتوما ما اكتشفناش هيكل كامل ولكن عندنا المعطيات بش نجم ونعرفه كيفاش كان يعيش هذا الإنسان قبل سبعة ملايين سنة توماي طوله تقريبا ميترو والوزن متاعه 35 كيلو ويعيش في غابات قرب بحيرة ونهر قبل الجفاف اللي يضرب اتشاد وذلك علاش تم اطلق عليه اسم توماي المقصود به أمل الحياة وهذا النوع من الإنسان كان يستعمل الأشجار ولكن كان أقرب فمت للمشي في الأول كانوا يسخيبوا لهذا النوع من الإنسان هو الحلقة المفقودة من بين الإنسان والشامبونزي ولكن بعد دراسات دامة طويلة اكتشفوا أن هذا الإنسان ظهر بعد الجد المشترك من بين الإنسان والشامبونزي بل هو بيدو فهمت في الأول كانوا يسخيبوه اللي هو أحد أجدادنا من بعد البحوثات اللي قام بها العلماء اكتشفوا اللي هو بيدو عنده جد مشترك بيننا وبينو إذن هو تفرع من جد مشترك اللي واصل نحو نحن وهو تفرع ثم انقرض كليا إذن هو يعتبر إنسان السحل الشادي نوع من أنواع الإنسان اللي ما سمحت لهش الظروف بش يتطور ويوصل حتى التور الآن وصلنا إلى أقدم جد مشترك بين الإنسان الحالي وأنواع البشر التي انقرضت وهو المشهور أورارين تو جنسيس ومن هنا سوف نبدأ في الفيديو الثاني حول أنواع البشر المنقرضة قبل الإنسان العاقل في الحقيقة هذه الفيديوهات هي فيديوهات علمية تعتمد على آخر الدراسات العلمية فيما يخص ظهور الإنسان فوق هذه الأرض هذك علاش محبيتهمش يكونوا طوال ياسر غير ثلاثة فيديوهات الفيديو هذا ما تكملناه وصلنا للنقطة اللي نجم ننطلق منها لمعرفة كيف تم ظهور الإنسان الحالي وأنواع البشر الأخرى أما الفيديو الثالث والأخير سوف أقوم بتأويل للنص الديني الإسلامي لكي يوافق هذه النظرية وللعلم ليس لأن النص الديني يعني يحتوي على معلومات علمية وإنما لأن النص الديني هو نص قابل للتأويل يكفي أنك تكون عندك معلومات على العلم الحديث وتكون عندك معلومات على أدوات الإسطنباط والتأويل لكي تؤول النص الديني كما تحب أنت وهذا نشوفوه في الفيديو الأخير من هذه الفيديوهات الثلاثة التي هي تعتبر فيديوهات علمية وشكرا ومع الفيديو القادم اشتركوا في القناة